السلام عليكم احبائي مرحبا بالجميع اشتركوا بخير قبل ما نبدأ هذا الفيديو يدخل معنا ويفعل الجرس يوصلكم كل جديد اليوم احبيت نقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة اليوم درت لي تارتولات بنا والله هي بنا رائعة نروح مع بعضنا ونشوفوا طريقة تحضير هذا لتارتولات بالنسبة للعاجينة عدنا 125 جرام زبدة زبدة طرية عدنا نصف كالسكر عادي حبة بايف وعندي فانيلا وعندي ملعقة صغيرة نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات عندي الفارينة بهلمها وعندي هذو هما اللي راح ندير فيهم لتارتولات التوعي يلا نروحوا مع بعضانا ونشوفوا هاذ العاجينة كيف نديروها بسم الله هنا نحطوا كما قلت لكم مية وخمسة وعشرين جرام من الزبدة طرية ها هي ها هي ها هي ها هي نحطها ها هي ها هي نمكن الإضاءة شوية بزيف نخلطها بهذه الطريقة نخلط الزبدة تعمليح بهم تبقى ليش يعني لازقا ومنها نخلطها بهذه الطريقة هكذا بعد ذلك نضيف لها نصف كأس سكر سكر العادي نصف كأس نصف كأس سكر هكذا خلطهم مليح إذا ما كانش عندكم الخلط الكهربائي تقدروا تستعملوا غير يديكم تستعملوها غير باليد تخلطوها ولكن الخلط الكهربائي رح يسهل عليكم الخلط يعني هيكون سريع وهكذا وبعد ذلك نضيفه حبة بيض كاملة حبة بيض كاملة ونخلطها مليح مع الزبدة والسكر حتى يتخلطوا للمكونات جميعا في بعضاهم بهذه الطريقة حتى يتخلطوا للمكونات جميعا الخليط أصبح لونه أبيض يعني بعد ما خلطت الزبدة مع السكر والبيض الخليط هذا بدأ يطلع هايليك خلطوه مليح بهل عجينة كذلك جينة خفيفة بعد ذلك رح نضيفه ملعقة كبيرة فانيليا أنا استعملت هذي تاع الأبوات هذي وانتوما تقدروا استعملوا هذيك اللي جي في الفصاشي يعني اللافاني اختيار اللي تحبوها انتوما ديروها ملعقة كبيرة فاني وبعد ذلك نضيف الخميرة الحلويات العليفير بنعت الكمبر قدر رح نحط الخميرة على خاطر هذي تارتوليت ما لازمش يطلعوا بزاف ولا طلعونا رح نجيوكم مش ملاح هاي اللي قدر حطيت الخميرة يعني نصف ملعقة صغيرة لكم تشوف هذي الملعقة تاعي صغيرة درت منها النص فقط ما ديرتش بزاف وكملت خلطت بهذا الطريقة لازم تبقى وتخلطوا كل شي في بعضها بكامل المكونات يدخلوا في بعضهم هكذا وبعد ذلك نبدأ نضيفه في الفارينة تدريجياً يعني ما نحط هاش ضربة واحدة مع بعضها هنحط غير بشوية انا الفاري نحنا كنت غربلتها من قبل ما تنسوش تغربلوا له فاغينتاكم قبل ما تستعملوها في اي حاجة لازم تديروها تعودوا تغربلوها قبل هاي الليك نخلط هكذا هكذا بعد ذلك راح ندير باليد احسن هنلمها باليد احسن هنلمها باليد احسن هنعرف اسكو راح تلمتلي العجينة ولا ما زال هكذا نديرها باليد احسن بعد طريقة ومش متخليواش تجيكم يابسة بزاف العجينة وكذلك متخليواش تجيكم جارية غير تلموها فقط تجيكم عجينة متماسكة اسمحوا لي الإضاءة راه زايدة شوية موشي بلكم ليحلى فيديو نلمها بهذا الشكل بعد ما لميتها نحطها في في بلاستيك هكذا بهذا الشكل بابي فيلم بها تقعد ترتاح شوية العجينة ونروحو نخدمو الكرين باتي سياغ مع بعضانا بالنسبة للحليب انا درت كأس ونصف حليب بارد يكون بارد انا كيما قلت لكم كأس ونصف حليب ضيفت عليه ثلث ملاعق كبيرة السكر عادي ثلث ملاعق كبيرة سكر عادي ونخلطهم ملاح حتى يذوب لي هذا السكر في الحليب بالنسبة للحليب انا كيلز بهذا الكاس درت يعني كاس ونصف بهذا نكمل نخلط هكذا نكمل نخلط هكذا مايزينا مايزينا حطيت ملعقة كبيرة مايزينا حطيت كأس ونصف حليب نعود لكم كريم باتي سير كيف تتخدم كأس ونصف حليب بارد ثلاث ملاعق سكر ملعقة كبيرة مايزينا وصفار بيضة صفار بيضة مشي بيضة كاملة وإنما صفار فقط ونخلطهم عاكا بارد في بارد بهذا البيض هذا صفار البيض مايقعد ليش هكا نخلطهم ليح بهذا الطريقة بعد ما حطيت صفار البيض اللون بتاع الحليب بتاعي راح تغير لي ولك لونه في الأصفر هاوليك اللون اللي تحصلت عليه ولا أصفر بعد ذلك نحطها فوق نار هادئة مايزيدو لهش النار بها ما تتحرق لكمش ونخليوها حتى الطيب حتى نتحصلو على كريمة ما تنسوش تخلطو مليح هي الطيب وانتو ما تخلطو فيها بعض ما تتحرق لكمش هاي ديك بعد ما بدست تعقد لي بقى وتخلطو فيها هكذا بهذا الشكل بعد ذلك نضيف لها ملعقة زبدة ملعقة زبدة ملعقة زبدة بهذا الشكل مع الخلط الجيد يعني ما تنسوش تخلطوها بما تتحرق لكمش وهذه هي الكريمات تعنا بعد ما وجدتنا كيفية أصبح اللون تحتها وبنتها والله يجي لذيذة جدا يعني مذاقها رائح نحطها في صحن نحطها في فلاجة به زيت نحط ما تتحرق للمليح نحطها في صحن خليها تبرد لي هكذا بعد ما خليت خدمنا الكريم باتيسير وضعناها في الثلاجة نحن نخدمه مع بعضنا الكريم شانتي الكريم شانتي انا ما عنديش بزيف هذه هي الكمية اللي مجواج دمعي راح نخدمها بالماء فقط هل المرة منجح نديرها بالحليب ذكر نشوفه مع بعضنا الطريق استحضيرها الماء حطيت يعني كمية قليلة جدا من الماء وضفت عليها الكريم شانتي بودر نضيف غلب شوية ونخلطها بالخلاط الكهربائي نضيف تدرجين الكريم شانتي اللي عندي سمحولي انا الكريم شانتي هنا ما طلعت ليش بزيف لها خطر كمية جتني قليلة وكثرت لها الماء ما طلعت ليش بزيف ولكن طلعت يعني غير شوية ما طلعت ليش بزيف ننخلطها مليحكا ونحطها في صحن نحطها كذلك في الثلاجة بات برد لي ونروحوا مع بعضنا بعد ما ارتحت لي العجينة التاعي نروحوا نديروها في هاذ هاذ يعني المول أنا استعملت هاذ يعني صحون صغيرة هاذو ما تاع اللي تارتولات عملي كفادة كرين دهنتهم بالزبدة ودرت هاذو كوارتهم كوائرات بهت تسهل علي طريقة العمل بالنسبة لهنا كيفية استطرحوها فوق هاذو المول ما استطرحوهش بزيف في النص يعني ما تتقبلكمش هكذا بهذا الشكل نديروها وهكذا كم تشوفوا فيها كيفية جيت جيت ما شاء الله وهي ليك بهذا الطريقة نخدمه والله هذو اللي تارتولات يعني طريقة صنعهم سهلة وملح هكا القهوة الصهرات ملح وبزاف ناس ما يعرفوش يعملوهم وهذي اسهل طريقة بهتصنعوا لتارتولات هاي ليك قراني نكور فيهم بهذا الشكل بعد ذلك نديروهم هكا هاذو الصحون انا هذو الطوابع تارتولات شوية صغر مش مكايني اللي كثار منهم انا ما حبيتش نشري اللي كثار منهم شريت غير هادو ما بزاف يعني هكا نديروهم بهذا الطريقة نطلحوهم ليح وفي الوسط ما تخليهم مش يعني خشن بزيف بهمي من بعدها اللي خاطران فيهم الخميرة وراح نزيدو يتطلعونا شوية نديروهم بهذا الطريقة في الوسط وما راح نشير يرزقونا نهائيا في هذو اله في هذي يعني الصحون على خطراني ديرتهم الزبدة هاكذا بهذا الشكل هاكذا احبائي انا راح نكمل كامل العجينة تاعي بعد ذلك نعتها لكم بعد ما يطيبوا لي قبل هذا ما تنسوش انكم تثقبوهم في الوسط تثقبو هذا العجينة في الوسط بعدها ما تصطلع لكمش بزيف وما يفزو لكمش الحباس داعكم مهام لي كنعتهم لكم بعد ما وجدتهم هاهم كما قلت لكم ما تنسوش تثقبوهم كيردون لعب بموس ها مليك بعد ما طابولي يعني اخذي وغير تحميلة خفيفة فقط من الفوق ومن التحسنة طيبتهم مليح بعد ذلك جبت كريم باتيسير تاعي مثلا الجاهية والكريم شانتي هكم تشوفوا فيها كيف هرا هي عاقدة ومليحة نضيف عليها الكريم شانتي انا هي حكمة اروحها شوية الكريم شانتي انا جدني كمية قليلة كي ما قلت لكم ثم من الاحسن انها تجيكم كمية كبيرة وتطلعوها مليح نخلطوهم هاكذا في بعضهم خلطنا الكريم باتيسير مع الكريم شانتي حتى نتحصلوا على كريم ديبلومات هذه هي كريم ديبلومات اللي نستعملوها ومذاقها رائع جدا هذا الكريم بزاف مليحة وبزاف بنينة وبعد ذلك نبدأ نعمر في لتارتولات الداوعي نعمروا لتارتولات بهذا الطريقة ونزينهم انا زينتهم بالتفاح فقط هذا اختيار يلاعبكم يعني الفواكه اللي متواجدة عندكم في المنزل تقدروا تستعملوها نحطو الكريم ديبلومات هاكا من فوق بهذا الطريقة ما نعمرهمش بزاف فهم يسيحوناش ونحطو فوقهم التفاح انا التفاح هذا كيما كم تشفو كيف قطعتوه حطيت له عصارت فوقه القارس الليمون وحطيت له ملعقة كبيرة سكر وهي جيني حلو وراني نزين به بهذا الطريقة ملفوق والله هذي التارتولات يعني ما ذاقهم بزاف مليح وبزاف ابنين ديرهم هاكذا بهذا الشكل كما قلت لكم ان عمرهمش بزاف والليف والليف اخوالي المتواجدين معكم تقدروا تزينوا بهم انا نكمل كامل الكمية المتواجدة معي احبائي بعد ذلك نشوفوهم في صحن التقديم او اسل Whole هذي هو ملتار اوتولات التي تعينا لنهار اليوم ان شاء الله سيكونوا نالوا اعجابكم ان شاء الله تكون وصفا سهلا عليكم وبصحت لنهار اليوم قال شكرا